اشهد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بنجاح المنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامة كمنصة دبلوماسية عالمية عززت ريادة مملكة البحرين كشريك فاعل في ترصيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره للتعاون البناء مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والشراكة مع المؤسسات الوطنية في تنظيم حوار المنامة ومتابعة نجاحاته على مدى عشرين عاما من أجل حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة لمختلف النزاعات والتحديات وبناء عالم أكثر أمنا وسلاما وازدهارا وعبر زياني عن اعتزازه بتزامن القمة العشرين للأمن الإقليمي مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم ورئاسة جلالته للقمة العربية الثالثة والثلاثين قمة البحرين ومبادراته الرائدة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وتعزيز دور المملكة كشريك محوري في ترسيخ السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وأنوها سعادة وزير الخارجية بمواقف المملكة الداعمة لإعلاء راية الدبلوماسية والحوار في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات واحتواء التصعيد والتوتر العسكري الإقليمي ودعمها لأمن الجمهورية العربية السورية الشقيقة مثمناً الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح منتدى حوار المنامة والتي أكدت حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في التواصل لحلول سلمية مستدامة لمختلف التحديات وعبر سعادة الوزير عن اعتزازه بخروج منتدى حوار المنامة بنتائج مثمرة عززت من خلالها مملكة البحرين شراكاتها الدولية وتحالفاتها الاستراتيجية بتوقيع بروتوكول انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل المبرمى في واشنطن بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بما يعزز التكامل الأمنية الدفاعي في مواجهة التهديدات الخارجية وأكدت زياني مواصلة مملكة البحرين جهودها ومبادراتها الدبلوماسية والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي والتحالف الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة على أسس ومبادئ الحوار والتعايش السلمي واحترام قواعد القانون الدولي ودعم أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر